الأزمات السياسية التي تواجه الاتحاد الأوروبي ليست وحيدة فثمت أزمات هندسية أيضاً بحسب صحيفة بوليتيكو إن مبنى البرلمان الأوروبي في بروكسل لا يفل معايير الأوروبية للسلامة انتهى بناء مقر البرلمان في بروكسل في بداية التسعينيات ولكن شقوقاً برزت في سقفه منذ بعض السنوات هذا ودع كبير إداري البرلمان كلاوس فيل في مذكرة سرية حصلت بوليتيكو على نسخة منها دع النواب الأوروبيين إلى تشجيع خيار بناء مبنى جديد بدل ترميم المبنى الحالي ولا يبدو مبنى البرلمان الأوروبي رسمي في مدينة ستراسبورغ في حالة أفضل ويذكر أن جزءاً من سقفه انهار في صيف العام 2008